لوحات وخطوط وألوان زهية بفرشات رسامين نجفيين قل وجودها والاهتمام بها بين الفينة والأخرى تندر إقامة مثل هذه المعارضة الفنية التشكيلية التي تحتضن أعمال الفنانين المتمثلة بعشارة لوحات وأعمال النحط اليدوية الهدف الأساس من هذا المعرض هو تسليط الضوء على الفئة المهمشة من الفنانين اللي هم الفنانين تشكيلين وكذلك التركيز على الجانب البيئي بسبب التدهورات البيئية التي تصير بوقتنا الحالي طبعا لا يوجد هناك أي دعم حكومي كل المعرض والنشاطات التي تقام أساسا كلها جهود ذاتية بتمويل جمعية الفنانين والمنظمة رغم محاكتهم لما يعانيه العراق وما يمر به من أزمات متلاحقة لتجسد أعمالهم الفنية صرخة تعلو للتعبير عن التهميش والإقصاء والإهمال الذي يعانيه البلد من جيرانه فضلا عن عدم دعمهم وتخصيص معرض دائم لعرض نتاجتهم اللوحة لازم تكون موجودة دائما في أمام وأمام المتلقي من أجل أن تكون داعمة للمشهد البصري الذي يجب أن يكون سائد في مجتمعنا بعد أن سادت الكثير من جوانب القبح في مختلف الأماكن هنا الحقيقة بعض المعوقات التي نفتقر لها هي أماكن العرض التي نحتاجها دائما تكون هي المعوق الأساسي لإقامة مثل هذه المعارض شاركة بلوحة والفن هو مشاعر وأحساس وهو هدف وربما يكون ثورة الفن ما ينحصر بمجال معين لا هو فنان يعبر عن ذاته واليوم لقينا أنه جمعيات تحتضن هاي الفنانين اللي تخليهم يعبرون عن قدراتهم تنطيهم ودافع وتشجعهم حتى يشاركون في جمعارض شاركة بلوحتي بهذا المعرض ويبقى الفن العراقي واحدا من أهم المبتكرات التي تمتلك تأثيرا كبيرا لما يجسده في طياته من تعابير واقعية ينقصها الاهتمام والدعم الحكوميين الذان غابا عن جميع القطاعات من النجف محمد الغالبي واني نيوز